هل في برج ده معروف إن صحابه بيحبوا الأكل الصحي ودول بيحبوا الأكل الدسم؟ عندك مثلا الدلو وكوس الدلو من الأبراج اللي بتحب الرياضة وتحب تهتم بنفسها وبصحتها بيفضل الأكل الهلسي كذلك الكوس الكوس برضو حتى تحسي الكوس دايما رياضي يعني فيه دايما رياضيين كوس أو يحبوا الجام فتلاقيهم دايما هلسي فود حتى لهما بيحبوا الأكل بس ما يبوزوش أكسامهم يعني يتغلبوا على الشهوة اللي فيهم أنا بحاول أفتكر كده معيكي الأشخاص اللي عرفهم كلهم في حياتنا يعملوا كنترول على شهوتهم الأسد بقى لا ممكن يبوز يعني يأكل الدسم يعني إحنا أكلين معهونا بصي برضو أنا حشوف أكل زي بتاع الشريف حسن ما بنقدرش نقوم لا أسيا ما بتاكلش كتير برضو خلي بالك يا بتاكل بس ما بتاكلش كتير باش بقى بسرعة بس بحيط بعد الهوى مش حالة بديش معنى بقى أنه دسم ولا ملبس لا دا أجمل حاجة طرب دا يا أسيا لا دا لعو أيوة ما عندناش إحنا حتس لا دايت ولا أقص جسمي هيجوز بس دوافري أو شعري لا ناكل عادي وبعد كده ممكن نحرم نفسينا بعد كده حلا 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 لكن ما نحرمش نفسينا من الأكل لأن الشهوة عندنا أكبر من حبنا سيطرت على الأكل بالوقت السؤال بيقول دلوقتي لو أنا بورج ومراتي بورج دي لها أكل ودها أكل هنعمل أكل هنا وأكل هنا هجيب من أم الزنايب لا طبعا ما حدش بيعمل كده هي الست بتطبع الراجل الست بتاكل زي جوزها طبيعي ليس كي هkeln يغيز إستتي فاكر بمام مبي مارح الميرنا هي بتطبخ زي جوزها معي الولو filmed إن هي بتاكل أي حاجة كل أبراج الستات هتعمل كده كل أبراج الستات هتعمل كده معدع الجدي معدع الجدي الشخصية قوية هتمشي البيت على مذاكها لأن هي amendقي sava علواج الجدي مش حب في المطبخ الجدي حب في التزاماتها يعني واجب إن هي لازم تطبخ ولازم تأكل الناس بس هي بتشوف من وجهة نظرها إن مثلا ده أكل صحي ده يناسبهم لو حد عنده مثلا بيشتكي من السكر من مرض معين فبتعمله الحاجات اللي تناسبه بس كله هي مش كل واحدة على هواه هي بتمشي كون يعني هي بتمشي البيت إنت عندك ضغط فما تقومش بمعرفة الواضح إنه ست الجدي قوية إحنا معنا تليفون مدام هدى سائل فل إحنا معنا تليفون